وخلينا نروح بقى للنادي الاهلي اكيد النادي الاهلي النهاردة سافر الساعة السادسة من صباح اليوم يعني بنكلم في فجر يوم الاربع الى تنزانيا لاخد مباراة مهمة جدا مع فريق سيمبا التنزاني في الدور ربعي النهائي من مسابق الدوري ابطال افريقيا قضامكم على الشاشة هيكة وليس سفر بأهسة فريق النادي الاهلي من مطار القاهرة يمكن الفريق تحرك حوالي الساعة السادسة صباحا كان فيه تجمع في المطار حوالي الساعة خمسة الفجر والفريق سافر بقوام 23 لاعب ابرز اللاعبين المنضمين كابتن اسامة في الرحلة في الساعات الاخيرة كان احمد عبدالقادر ومحمود متولي والبعثة سافرت صباح اليوم ورئيس البعثة الكابتن حسام غالي قدامنا على الشاشة مارسل كولر المدير الفن الفريق وصل كابتن حسام غالي هو كابتن النادي الاهلي السابق وعضو مجلس الادارة ورئيس البعثة انتوني مودست طبعا مروان عطية طيب الفريق وصل إسا واحدة ضغ وكان فيه تدريب من شوية بكرة في اجتماع فني في مؤتمر صحفي لكن كل التفاصيل دي بالتأكيد محتاجين نتطمن بقى ونعرفها من خلال سفرنا المعالي السفير شريف اسماعيل سفير مصر في تنزانيا معالي السفير تحياتنا ليك هنا من قناة النادي الاهلي وتحيات كابتن اسامة حسن ليك كل سنة وحضرتك طيب ويمكن شايفينه قدامنا على الشاشة لقطات حصرية من استقبال السفارة المصرية وحضرتك بالتأكيد موجود على رأس المستقبلي من السفارة لبعثة النادي الاهلي في مطار تنزانيا يعني آخر الأخبار والترتيبات والأجواء كمان في تنزانيا قبل موعد اللقاء المرتقب بـ 48 ساعة معالي السفير والله حقيقة يعني احنا تشارطنا طبعا لوصول النادي الاهلي النهاردة ووصل حقيقة زي ما ذكرت بلد انه هو وصل النهاردة تدريبا لساعة واحدة راحنا اكيد شقة ومرهقة وكان اهم حاجة بالنسبوع انه هو اللعيبة يخربوا من المطار في أفضع وقت كيس انه هما يقدروا يقصوا قسم الرحة خصوصا انه هو مع صيام وانه هو يعني فيه لعيبة كانت تطلع بلسا من المطار التعامل من بارك فكانت فيه الأولوية لكيس وانه هو يبقى فيه راحة تأسرع وقت ممكن وبالفعل انتقلوا على طول الفندر والحمد لله وتم التسكين وزي ما حاجة تبيعت انه هو فعلا عم بمثيه تمرين تدريع النهاردة لان طبعا الفرقة ما اجتمعتش مكتملة من الفترة بس المدارس حدث انه هو يجمعهم هذا يبقى فيه تزيج فريعة الأجواء انه هزا كانت فيه مطار شديدة جدا 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 لتوصول الفرقة فكان ملعب قصة غير أم مياه يمكن انه ما عرفش تصوير ما حيك هيباين كده ودرجة الرطوبة الحقيقة عالية جدا يعني انه هزا يمكن تدريع تحاولي تسكين هنا في النهاردة عايزين نسأل حضرتك معالي السفير عن الحضور الجماهيري خاصة ان مواجهات الاهل امام سنبا منشوف حضور جماهيري كبير متوقع ان يكون فيه حضور جماهيري كبير وايضا كمان حضور الجالية المصرية اخباره ايه الحقيقة حقيقة التذاكر نفذت تقريبا في خلال ساعتين او ثلاثة من طرحهم فده يأكد لحقيقة ما ده يعني يعني اكبال الجماهيري للحضور والتواجد في الملعب ايك عارف الملعب بتاع يعني هنا الساد الرئيس بتاع در السلام اسمه مثلا ده يسعى تقريبا ستتين الف وتم بيع تذاكر بالكال فأكيد ان شاء الله هنطلع ان هو يكون الساد مليان وطبعا التشجيع التنزانية احنا شوفناها يعني لسه كان عندنا يعني مقشات طريبة مع سواء يانج اثريتين او مع سينبا نفسهم في اكتوبر وفي ديسمبر وشوفنا الاجواع بيبقى شكلها ايه في حماسة شديدة فيه طبعا هو سكرة ان هم بيلعبوا البطل وفيه طبعا الطموح الخافي بيهم يعني الطموح التنزاني اكيد الطموح مشروع بكاية لكل فدأ انها الفكسل وطبعا اكيد ان هو يعني بذعب البطل بديهم حاكب اضاطي فالاجواء هنا طبعا كلها يعني تطلع يعني شغف للصاب اهلي وكمان يعني فيه اضاطي كمان ان هو فيه تطلع اللي خاص تعياني اكثر مع سينبا في اليوم التاج فالحقيقة يعني تنزاني على موعد مع يعني حدشين يدير هنمين جدا على المستوى الداخل احنا احنا دلوقتي يا معالو السفير يعني التدريب معنا على الهواء دلوقتي ومالواضح ان كان فيه امطار شديدة المتوقع يوم الجمعة برضو سقوط امطار ولا الجو ممكن الدنيا تتحسن ويبقى فيه افضل يعني وخاصة كمان الرطوبة لا هي رطوبة حتبقى يعني مرتفعة شوية يعني نعمل بس ما هي متوصل ستعين كمية زي مخل ده اه يمكن تبقى يعني تحدوث الامطار يعني ده يعني حاجة برضو موسمية بس يعني يعتبر انها يكون فالصة عالية ويكون هزا خلصنا كل الامطار الممكنة يومين قدام وان شاء الله تبقى الاجواء يعني نتيجة ايجابية برضو ان شاء الله طيب معالي السفير ممكن قدامنا على الشاشة يمكن ده جارب من تدريبات الاهلي على الملعب اللي اتمرن عليه الفريق النهاردة ويمكن من المعلومات اللي عندي ان كان في مشكلة في موضوع ملعب التدريب في الساعات الاخيرة لدرجة حتى ان يعني ما كانش فيه غير ملعب واحد وملعب نجيل طبيعي وفي ملعب تاني للمدرسة البريطانية بس ده ما فيوش اضواء كاشفة هل الملعب ده كان بالصورة دي قبل كده ولا هو وضعه بالشكل ده لان انا كمان استغربت ان احنا بنلعب مرحلة الدور الربع النهائي واكيد هل تنزاني ما فيهاش ملعب في الفترة الحالية بالشكل ده معالي السفير ولا ايه اللي حصل في موضوع ملعب التدريب في الساعات الاخيرة لا هو الملعب يعني هو مش ملعب يعني هو كان مطلوب انه يبقى فيه ملعب بحيث اللي هو اللعيب في اول يوم بعد الوصول يبقى لهم تدريبات سواء يعني التجميع يعني ممكن يبقى تاكسف بس بس كان هو المتيخ لان هو الاقرب والانسف يعني هو كمان مش في منطقة مزدحمة مش في منطقة يعني ممكن يبقى فيها يعني تدخل من غطوات او اخرى لمتابعة الاحداث وكان بيلد بالغرض حيك عارف التدريب الرئيسي ان شاء الله حيثم بكرة اه ملعب الموراق التدريب الرئيسي على الملعب الرئيسي بكرة ان شاء الله ده محفوظ حيثم من اجل الله لكن في يوم الوصول كان فيه طلب ان هو يبقى فيه ملعب اضافي للتدريب اكي ده اللي كان متاح يعني فيه ملعب اخرى مثلا ملعب اخرى وكان شير ينفع يعني المطر ان شاء الله هيتاب على قصدية الجيلة طبعية فكان هو ده البديل المتاح بكل اسف المطر ان هذا لما نزل يعني الملعب مش درجة اولى يعني مش هقدر هل حقيقة ان هو ده يعني قضب نعم ده ملعب فرع يعني ملعب ملعب خفة كثيرة من هو حتى كمان من حصل حظنا للمطشي ومو الجمعة لان حتى فريس هيتمرن تدريب واحدة في تنزانيا على ملعب المباراة بس يوم الجمعة اثناشر الظهر لان الملعب مشغول بمباراة بالليل فيعني من حصل حظ الاه ان هو كمان مباراة الجمعة مش السبت الحمد الله وهو كنت عايز احسأل سيادتك معالي السفير يعني برضو الصحف في تنزانيا شايفين المباراة ازاي خاصة برضو هم يعني عندهم امال كبيرة مواجهة كبيرة امام النادي الاهلي الشارع في تنزانيا الناس بتكلم عن المباراة ومواجهة ازاي بزبت اه ومن وقت ما القرع اعلمته الحقيقة هنا في يعني حالة تطنع شديدة ان هو يبقى في يعني زي نقول حيك موطة البطل من معنى او اثر وعندهم يعني السموح المشروع ان هما يعني وصلوا غلد الاظوار اعلى زي ما حيك عارف ان طبعا في تطور يحصن في دور الثمانية يعني يمكن هي الدول الوحيدة اللي تبقيتين في دور الثمانية من دور الابطال سمبا ويان هما هما عندهم يعني كده فيما اضافية غير اللي احنا شفناها منهم مطر المصرين اللي جمعونا في اطروق ان هما عندهم المدرف اللي هو اطف ضراية بين المنصرات الافريقية عند الحق بالضبط يعني يعطين عليه امال هو يعني يقدر يسعر بهم لأطفال اخرى بإذن الله يعني دي مراحل ثانية النهاي دا و بإذن الله معالي السفير شريف اسماعيل بنشكرك بالتأكيد شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمترجمات